موسيقى تخلينا نحس ان احنا مناعتنا ضعيفة نكتشفها ازاي وهل ضروري يكون انا كجسم صحي مريت بوعكة لقدر الله او بحاجة تعرفني منها ان انا مناعتي ضعيفة طب لو انا ممرتش بدا اعرف منين دي كلها اسئلة مهمة جدا لازم نعرف اجاباتها لكن الحقيقة اللي هتنورنا وتشرفنا وتسهل علينا ان احنا نعرف الاسباب الحقيقية لضعف المناعة وازاي ندعم مناعتنا مش بس من الاكلات الصحية ولا من المشروبات لكن كمان في طرق اخرى هنعرف ده مع دكتور دينا ابو سعود المشرفاني ومنوراني النهاردة منوراني دكتور دينا اهلا بيك اهلا وسهلا بيك حبيبي تقلبي دايما متقلقة ودايما موضوعات جميلة ودايما مواضيع اللي دايما بتتناوليها حاجات بجد بتلمسنا كلنا كلنا بنعاني منها حبيبي تقلبي تسلامي عظيم الله تسلامي لحياتي انا طبعا عايز اسألك في الاول على فكرة ضعف المناعة انا دلوقتي شخص عايزة اعرف انا مناعتي كويسة ولا ضعيفة اعرف ازاي يعني هل انا ممكن انا كإنسان كده طبيعي اعرف ده عادي موضوع المناعة موضوع مهمة قوي عظيمة وجهاز المناعي لازم كل الناس اللي بتتفرج علينا تبقى فاهمة ان احنا نعزز جهازنا المناعي ده مش option ده حاجة اسمها obligatory حاجة مفروضة وإلزامية ان احنا نعزز جهازنا المناعي ضد أي فيروس مش بس الفيروس اللي انتشرت بكتيري الانفكشن يعني ممكن اللي بيأكلوا كتير بره والاكل ملوس ومنعتي قليلة بيخشوا في تسمم غزايا بيخشوا في حاجات كتير الفيروس اللي موجودة ومنتشرة لو منعتي قليلة الفيروس هيتمكن مني فجهازنا المناعي هو خط الدفاع الاول اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه للدفاع عن يعني ان هو بيدافع وبيهاجم البكتيري الانفكشن وبيهاجم الفيروس الانفكشن فاننا عازج جهازنا المناعي ده أمر مفروغ منه اكي ازاي نعرف ان جهازنا المناعي او نستكشف مثلا انه قليل او ضعيف يعني ليها اعراض ليها اعراض يا دكتور دينا مش ليها اعراض يعني مثلا يعظيمة لو انا بيجيلي برد النهاردة وبعديها بشهر جلي برد وبعديها بشهرين جلي برد المفروض ان الجهاز المناعي بتاعي قوي مايجيليش نزلات برده كل شهرين يجيلي مرة مرتين في السنة اه طبعا وفترة التعافي يعني لو الجهاز المناعي سليم بياخد وقت اقل بكتير من تطول الفترة اه بالزبط وعشان اعزز جهاز المناعي لازم اركز جدا في جهاز الهضمي المعدة والامعاء المعدة بيقولوا داء لكل حاجة المعدة عضو مهم جدا جدا عشان الحمifiers عشان الحموط المعدة وكمان الثميكروبيون الematic απ الناس كتير مش عارف عني مايكروبيون او الباكتيريا النفع يمكن جهاز المناعي هو أو خليا الدم بلاتحاد مع البكتيريا النفع في عندينا في جسمنا بكتيريا مهمة جدا هي الي بتدرض الباكتيريا الدرة وهي اللي بتكمل هضم الأكل عشان الدم يمتص لأن الدم ما بيمتصش بروتين بيمتص أحماض أمينية من البروتين الفيتامينز الجلوكوز السكر يعني لازم يتحول الجلوكوز قصة فلازم أهتم جدا بجهاز الهضمي عشان حتى لما أكل فيتامينات الفيتامينات تمتص أو أخذه من المكملات الغذائية ولازم أنام كويس النوم اللي هو الصبح ليل وليل صبح ده بيهدي لجهاز المنع طبعا الضغوط النفسية على طول بقول خلوا بالكم من الضغوط النفسية ضغوط النفسية أساس الأمراض العضوية لأن وانس أنا طول الوقت في ضغط وفي توطر أنت بتعلي نسبة الكورتيزول الكورتيزول ده الهرمو اللي احنا بناخده كورتيزول من بره الجسم أو الغذة القذرية بتفرز كورتيزول الكورتيزول هو المتحاكم في كل هرمونات جسمي فما ينفعش لا يزيد ولا يقل لازم بيبقى بنملي المسموح بيه فكل الحاجات دي طبعا كمان عندي مشكلة يمكن بشوفها كثير من قرائبي وصحابي الاكثار في المسكنات العمال على بطاة بيخدوه زي البنبوني المسكن مش بمبوني لو بياخدوه كمان منه كميات شوية لا لا المسكنات الطبيب هو لو انا الالام بتاع الطبيب يقولي او الدكتور يقولي انا محتاجة المسكنات دي كم مرة في اليوم الوقت ايه حتى بيكتبوا وقت للضرورة للضرورة في ناس بتعاملوا مع المسكنات انها بمبوني في ناس بتعاملوا مع المضادات الحيوية انها كده برضو لو ما فيش داعي ان انا اخد مضادة حيوية يبقى مخدوش يبقى دي بطول حاجات دي بتهد المناعة يعني دي عداد سيئة لا احنا بنعمل التفحين ما مشاكلة اكيد دي يعني وعدم شرب الماء كل ماء عدم شرب الماء كمان طبعا جفاف الجسم بيهد المناعة والاكثار من السكر السكريات الحلويات والسويت ستون وقت فيش مونتر للكلام ده كل ده بيهد المناعة يا يعني كل دي ده احنا كده احنا لازم كلنا نقسس جاس مرامل اول بجديد والله اكل كل حاجة بالمعقول ما منحرمش الناس بالاكل انا باكل كل حاجة بالمعقول اه ده مهم بس كمان النوم وشرب الماء والفترة الاسترس دي مهمة جيدة هو موضوع احنا كستات برضو موضوع الاسترس ده احنا عاطفين فالعاطفة هي اللي بتقودنا قوي فعالطول بقول لكل الستات اللي بتتفرج علينا يا عظيمة نحاول ان احنا عندي استرس انزل امشي قلع برياضة خلي مليك رياضة عدو الكورتزول الاول فالرياضة بتطلع لي نيجاتيب انرجي على طول احيز اه هرجع مودي مختلف يمكن ست البيت تقول لك انا لسه انا عندي عيال وعندي بيت وعندي زوج وعندي مش عارفة دروس ومدروس طول ما هي قاعدة عمالة تنخل في الموضوع ده تبطل في الدايرة ما عنداش وقت تنزل تتمشع اشتغلي ببيتك حتى لو عندك سيدة بتساعدك في البيت اشتغلي ببيتك اشتغلي قومي تحركي الحركة بركة كل الحاجات دي بترفعلي والمود الحلو طول ما انا مودي حلو والتمثيل الغذائي حلو والقايدة حلو منعتي كده اشتركوا في القناة